مساء الخير أحبت المشاهدين تحياتي لكم من أوربيت جيم سيديكم أخوكم ثلاثة النوار النعامي تحياتي للزميلات والزملاء في السيوديو برنامج استراحة الظاهرة أكو سؤال دائما يتردد من قبل اللاعبين وأكو سوء فهم هذا الموضوع الموضوع هو هل عضلت الترابيس أو المثلث كما سميح للعراقيين هل هي محسوبة أظهر أم الكثير الجواب صعب لكن بصورة عامة علم التشريحية محسوبة على الظاهر لكن نحن نأخذها بيوم الكثير هذه العضلة مهمة حلوة ممتازة لكن من نفس الوقت تمرينها جدا نحس أغلب العضلات تحتاج تفكير وتكنيك الموضوع اختلف ومثل قبل قبل كان يطبون وزن وصياح حقيقات الموضوع علمي بحث لو تابع الأجسام ما القبل من في الأجسام حسن الوضع حسن تغير وطور تمرين سحبار ضيق أو وسط للرقبة لعضلة المسلس أو العضلة الترابية هكذا الناس يأخذوها بطريقة مثل ما تشوف بدأ اللاعب سحب ثم دفع 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 لماذا لماذا تدفع بهذه الطريقة أنا شفت بطريقة لاعب واحد واقف في وضع صديق يعني يقول له ادفع يديك للخارج حتى يعمل عزيزي لا يوجد فكرة أنه لا من قريب ولا من بعيد أصلاً أنك جازف بالوزن العالي لا تجدك لقدام احتمار سوف تنصاب هذا الثمارين يعتمد على جزئة بسيطة وضعية الأكس ما يعني؟ أول شيء هذا الثمارين الأفضل يكون ضيق موسط الأفضل لكن حسب روية المدرب من تأخذ بهاية الطريقة تصعد منطقة الحنج وما تنزل هناك خطأ لازم اكسك يكون تقرب من استعصالح حتى بين أفضل اكسك يكون للأعلى لازم لازم اكسك يكون للأعلى حتى يشتغل هذه أبداً مفعالة ولا تشتغل اكسك يكون عالي يعني اكس يجب أن يكون اكسك يكون بهاية الطريقة أعلى حاول تقرب على هذه العضلة من تأخذ دعنا نبدأ ضيق واحد ثلاثة أربعة ممتاز هذه الطريقة هو أسهل وأفضل بهاية هنا لازم أركز على الموضوع هذا التمرين تقدر تأخذه بيوم الظهر أو بيوم الكتف من المستحسن نحن نأخذه بيوم الكتف أحسن وأفضل على دورة الدموية لكن هناك ناس يضعون ويوم الظهر أغلب الناس يأخذون الكتف والظهر بيوم واحد فالموضوع أفضل تكرار هذا التمرين هو 4 في 12 3 في 15 جدا ممتاز هذا التمرين سأترجعكم لا يحب وزن عالي تكرارات تقدر تأخذه عريض فوق الرئيس تقدر تأخذه نصف وائر لكن الأفضل الممتدئين هو مثل مشرحتك جربوا وطاقفوا جدا ممتاز يدخلوا فراشة فتح دمبالاسة كيفك لكن انتظم تعليمات إن شاء الله ما طلعنا عليكم تحياتي لكم اتقالي جميعا في السؤال برنامج